شكراً سهام وأهلاً بكم إلى حلقةٍ جديدة من وراء الحدث وفي حلقة الليلة نناقش بحثاً وتحليلاً هذين الملفين بعد موجةٍ من التفاؤل بتمرير الحكومة العراقية هل تمنع خلافات اللحظة الأخيرة وروج حكومة الكاظمي إلى النور؟ خطة الإصلاح الاقتصادي في لبنان هل تصهم في حل الأزمة أم تستغلها قوى سياسية أخرى ضد الحكومة؟ تحالفات واختلافات معلنة وغير معلنة هكذا يبدو عنوان المرحلة الحالية للمشهد السياسي بالعراق سيما مع عدم الاتفاق حتى الآن على التوافق حزبي وبرلماني يوفر الحد الأدنى لمنح الثقة للحكومة الجديدة التي يزداد غموض مستقبلها ساعةً تلو الأخرى فمجلس النواب العراقي مطالب بعقد جلسة لمناقشة تشكيلة حكومة مصطفى الكاظمي وبننامجها لكن احتمالية عدم التصويت لتلك الحكومة أمر وارد مع استمرار الخلافات حولها بين الكتل وداخلها وأما الجديد فهو تلك التسريبات التي باتت تهدد بمقاطعة جلسة البرلمان الأمر الذي يدفع للتساؤل عن شكل التفاهمات التي تدور خلال الساعات الحالية فلماذا عجزت الكتل البرلمانية عن الوصول إلى موقف موحد توافقي من حكومة الكاظمي قبل جلسة مجلس النواب المقرر عقدها قبل نهاية الأسبوع الحالي وهل عدم التوافق هذا يعكس سطوة لسياسة اليوم في العراق أم يعكس ضعفا سمح لنفوذ إقليمي في أن يبارك حكومة من يشاء ويقصي حكومة من شاء دعوة أعضاء البرلمان العراقي للتواجد في بغداد من قبل رئيس البرلمان مؤشر واضح إلى أن عملية تشكيل الحكومة التي قد يرأسها مصطفى الكاظمي وصلت إلى مراحل متقدمة بعد سلسلة مفاوضات انخرط فيها المكلف بتشكيل الحكومة لكن عقد الجلسة لا يعني بالضرورة تمرير الحكومة عقد الجلسة لا يعني تمريرها حتى اللحظة التي نتحدث بها هناك خلافات كبيرة بين الكتل بين المكونات بين الأحزاب على قبولها لذلك اضطر رئيس الوزراء المكلف بصراحة أن يقدم أكثر من اسم ائتلاف دولة القانون كان أول رافضين لسير المفاوضات وأعلن أنه لن يشارك في الحكومة أو في التصويت عليها في البرلمان وهو ما يوحي بأن حسم ملف الحكومة لم ينتهي بعد بعض القوى السياسية ما زالت تعيش بين الوهم وبين الحلم لأنهم يطالبون وتصارعون ويتسابقون من أجل الحصول والوصول إلى مناصب وزارية علما الوزارات لم يبقى بها شيء وتشير المصادر البرلمانية إلى أن الكاظمي لا يزال يحظى بدعم نيابي كبير مما قد يؤهله لنيل ثقة القوى السياسية في جلسة التصويت الاستثنائية التي قد تعقد نهاية هذا الأسبوع رفض بعض القوى السياسية للمشاركة في حكومة الكاظمي أو التصويت عليها داخل البرلمان قد يشير إلى احتمالية انهيار كل شيء وعودة العراق إلى المربع الأول سياسيا والبحث مجددا عن رئيس مكلف بتشكيل الحكومة العراقية مصطفى القطان قناة الغد بغداد وينضم إلينا من بغداد النائب علي العبودي عضو مجلس النواب العراقي عن تيار بيت الحكمة كما ينضم إلينا من أربيل السيد ريبين سلام عضو الحزب الديموقراطي الكردستاني أهلا بكم وأبدأ معك سيد علي سيد النائب علي العبودي بداية ما هو موقف بيت الحكمة الحالي من جلسة مجلس النواب التي من المفترض أن تمنح الثقة لحكومة الكاظمي أو لا بسم الله الرحمن الرحيم ابتداء تحية طيبة لك والضيف الكريم ومتابعي قناة الغد للتصحيح كتلة الحكمة النيابية وليس بيت الحكمة نعم أشكرك موقف الكتلة الحكمة النيابية ابتداء كان داعما بقوة لأي مرشح ممكن أنه يمثل طوق النجاة لما يمر به العراق من منزل خطير من تحديات أمنية تحديات صحية تحديات اقتصادية كبيرة فكان بأي شخصية ممكن نندفع باتجاهها بقوة إذا بقيت أن تحظى بمقبولية وطنية وأن يكون لها مقبولية داخل المكون الشيعي باحتبار موقع رئاسة مجلس الوزراء تخص المكون ما هو واضح ومشخص أيضا أنه للأسف الشديد هناك تلك واضح في عدم حسم هذا الملف لمرشحين سابقين ولربما أعطينا إشارة واضحة ليس فقط في داخل العراق لخارج العراق أحتاج إلى توضيح سيد علي أحتاج إلى توضيح فيما تفضلت في آخر جملتين نعم أعطينا إشارة كأنما إشارة سلبية وليس إيجابية أن العملية السياسية تعاني معاناة جدا كبيرة هناك نوع من المراهقة السياسية ليس هناك مصلحة نشعر بها مصلحة البلد اللي هي يفترض تكون السقف الأعلى لدى القوى السياسية ويفترض أن يكون أن تنجذب باتجاهه لكن المشخص أنه التجاوز على الدستور بدون حسم هذا الملف استهلكنا يعني مرشحين لرئاسة مجلس الوزراء يعطينا مثالا سيتماء مثال نعم تم تسمية مثلا سيد محمد توفيق علاوي لكن الواقع يقول أنه الجلسة في جلستين لم يتحقق النصاب هناك انزعاج من القوى الكردية من القوى السنية هناك مثال آخر السيد الزرفي كانت مشكلة داخل المكون الشيعي ما عنده مشكلة بالمكون السني والمكون الكردي اليوم احنا امام مرشح هناك اجماع وطني اللي هو السيد الكاظمي بدليل تسميته كان هناك حضور لجميع المكونات لجميع الكيانات السياسية بحضور رئيس مجلس الوزراء المحكمة الاتحادية القضاء وكان هناك اشارة الى الناس كأنما استبشرت خيرا لكن من دخلنا بالتفاصيل عادة ما يكون الشيطان في انتظار يعني يكون يكمل في التفاصيل الامر الذي ادى الى هناك اشكاليات جدا كبيرة باتجاه ثمان وزارات هناك اعلان واضح من دولة القانون بعدم الحضور وعدم التصويت في داخل قبة البرلمان فيما يتعلق بكتلة الحكمة فيما يتعلق بكتلة الحكمة ما هو موقفها من الكاظمي وماذا ستفعل في الجلسة المرتقبة ربما تكون الاربعاء نعم الموقف باتجاه السيد الكاظمي انا ذكرته ما بين الاسطر لربما كان رأيي بشكل واضح انه احنا امام منزلق احنا امام منزلق جدا خطير وامام تحديات كبيرة ان تكون حكومة تصريف اعمال لا صلاحيات لا قانون موازنة مصالح الناس مهددة النفط واسعار النفط بدت بمراحل متدنية جدا فاحنا طالما هناك اجماع بالسيد الكاظمي يعني لغاية الان نعم هناك انزعاج من كتلة كتلتين لكن لغاية هذه اللحظة كتلة الحكمة داعمة لترشيح السيد الكاظمي واحنا نعرف ايضا بالعمل السياسي قد يكون الثابت هو متحرك لربما نتفاجأ بموقف من كتلة كتلتين وربما يكون هناك مشهد اخر لا سامن نما ستمنحون ثقتكم لحكومة الكاظمي في جلسة البرلمان المقرر لها قبل نهاية الاسبوع ربما الاربعاء طيب ابقى معنا سيادة النائب علي عبودي نتحول اليك سيد ربين سلام او ربما نعود اليك بعد قليل حتى يعني تلتأم كل الاتصالات الاقمار الاصطناعية بيننا وبين اربين طيب اعود اليك مرة اخرى سيد علي ولكن من هم خارج كتلة الحكمة النيابية ربما يقولون كلاما اخر ربما يقولون ان من سيوافق اه على منح ثقته لحكومة الكاظمي هو من تم الترضيته وزاريا هو من اه ليس عليه اه ملحوظات على الاسماء التي عينت من قبل الكاظمي لان الاخرون ربما يريدون من الكاظمي ان يعمل اه بعد الشيء لينال رضاهم التصويتي ان يعني يستمع وينست لمطالبهم فيما تعلق بالتوزيع الحكومية تفضل نعم انا ما اخفي لحضرتك هناك مشكلة في النظام السياسي العامل في العراق عملية ارضاء الجميع هي مسألة سلبية بالعمل الديمقراطي وليس مسألة ايجابية ان ترضي جميع المكونات جميع الكتل السياسية جميع الاطياف جميع هذه لا توجد في قاموس الديمقراطية مطلقا من يحقق خمسين بالميازات واحد هو من يتحمل مسؤولية ادارة الدولة اما ان يكون هناك الجو بهذه الضبابية خلال اسبع طاعة سنة كل ما يعني خلال هذه الفترة الفجوة بين القوى السياسية يفترض ان تتحجم لكن واقع الحال هذه الفجوة ما زالت في حالة يعني في حالة الزيادة بصيفا وشتاء هسا ظهرت التمدد والتقلص همان شمن بها هذه اشارة واضحة المعالم ان هناك يعني نوايا للأسف الشديد لبعض القوى السياسية النوايا نستطيع ان نقول ما هو نفس الفارق بين رجال الازمة ورجال الحل رجال دولة ورجال سلطة فهناك بون شاسع بين هذه المثالين لذلك انه احنا امام محترك جدا خطير نحتاج انه انه ان نبتعد عن الانا ونقترب الى ان نحن في عملية بناء الدولة اما ان يتعرض البلد الى هكذا تقاطعات منها عندنا الهجوم على من جيوب داعش في مكانات مختلفة قبل كم يوم طيب اليوم ان احنا عندنا شهداء في في صلاح الدين من الحجد الشعبي وعودة للدوائش صحيح هذه تحديات امنية طيب وتحديات صحية وتحديات اقتصادية تمام يا سياد تنام حتى نكون اكثر وضوحا حتى نكون اكثر وضوحا هل طالبت كتلة الحكمة او بيت الحكمة او طيار الحكمة هل طالب السيد الكاظمي بمطلب لم يوفيه اليه يعني كتلة الحكمة كان لها رأي بشكل واضح انه يترك الخيار يعني في تسمية الوزير في تسمية الوزراء يترك الخيار له لانه احنا خلال هذه الفترة الريد انه عملية التنصل من المسؤولية هي ثقافة يعني جدا سلبية هناك من بعض القوى السياسية اعطى لهذه لسيد رئيس مجلس الوزراء هذه المساحة كون يعني الفترة محدودة ستكون سنة ونص سنة ويعطى هذه المساحة اذا نريد احنا نحاسب مثلا رئاسة الحكومة او الكابينة الحكومية كوزراء كمجلس نواب يفترض انه ان نعطي كل شيء ونحاسب على ادنى شيء اما من نقدم رئيس حكومة هو مسلوب الارادة وعملية الخيارات مفروضة علي فرض كيفية عملية الرقابة وكيفية عملية ان تكون هناك نضج في العمل التنفيذي يعني هذه مفارقات حقيقة جدا كبيرة ونتمنى ايضا هم من خلال قناتكم ان تكون القوى السياسية التي تترك الخيار لرئيس مجلس الوزراء ان لا تمارس دور الشيطنة وكأنما هذه الوزير لك يا رئيس مجلس الوزراء والوزارة لي هذه ثقافة سلبية وثقافة قاصرة ومراهقة سياسية فيها ضحك على ذقون الناس سيد ريبين سلام عدو الحزب الديمقراطي الكردستاني ضيفنا من اربيل الجانب الكردي في تلك المعادلة العراقية البالغة الصعوبة وبالغة التعقيد حقيقة الامر كذلك له ثوابت لن اقول مطالب له ثوابت مثلا في هذه التشكيلة على ما اعتقد له ثلاث وزارات كان هناك خلاف على تسمية من سيرأس هذه الوزارات انما اعطيت اعطي الجانب الكردي وزاراته الثلاثة هل الجانب الكردي سيدعم سيد الكاظمي في مجلس النواب هل سيعطيه الثقة بسم الله الرحمن الرحيم طبعا بداية انتحياتي لحضرتك وليزيفك الكريم ولكافة المشاهدين بصراحة يعني المكون الكردي بشكل عام نحن في العملية السياسية منذ رجوعنا الى بغداد ومشاركتنا في العملية السياسية في بغداد منذ سنة 2003 وعلى وجه الخصوص 2005 وانشاء الدولة الفيدرالية الجديدة وتحويلنا من دولة موحدة الى دولة اتحادية كنا صمام امان في هذه العملية السياسية لماذا؟ لانه يعني جميع الخلافات واكثرية النزاعات سوف يتمحل حالتها في اربيل من خلال الدخول في عملية ديمقراطية والتصويد وانشاء سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية ولكن المكونين الاخرين الابناء السنة وابناء الشيعة جميع مشاكلهم يجب ان يحلوها في طاولة المفاوضات في بغداد لذلك نحن لا نكون الجزء الصعب نحن لا نكون الجزء الصعب ولا نكون جزء من فشل يعني اسباب لفشل الكابينات الوزارية خصوصا في سيد مصطفى الكاظمي منذ الاوائل عندما ورد اسم معاليه لتقلط هذه المهمة في هذه المرحلة الحرجة وطارئة بالنسبة للعراق والعالم نحن نؤيد هكذا حكومة نؤيد اعماله على الرغم من ان جدوى اعماله لم يذكر اقليم كردستان لا من قريب ولا من بعيد طيب فهمت من خلال ولا نقطة ولا حرف تؤيدون السيد الكاظمي رغم وجود تحفظات على المرحلة عند مراعات المصلحة العامة للعراق سوف يتم مراعات المصلحة طيب اريد ان تفسل يا سيد ريبين ما نشهده في العراق منذ تم تكليف السيد مصطفى الكاظمي من قبل الرئيس برهم صالح ما حدث ان الكل تقريبا بارك هذه التسمية الكل تقريبا وافق على السيد الكاظمي ثم بدأت الخلافات الى ان وجدنا اليوم ان مثلا اتلاف الوطنية بزعامة سيد اياد علاوي وكان من اول مناصر له الان يعترب مثلا ويقول سيقاطع الجلسة كذلك تحالف القوى العراقية السيد مثلا محمد الحلبوسي حتى اللحظة لم يحدد موقفه رغم بانه هو شخصين كان ينادي بسرعة تسمية شخص لانقاذ ادارة البلاد وحتى فيما تعلق بسيد نور المالكي وهو من الكتلة الشيعية الصريحة ورقم لا يستهن به حتى اللحظة لن يصوت صح لحكومة الكاظمي هل لديك تفسير؟ التفسير الوحيد هو نحن امام انشاء دولة في كل كابينة وزارية او في كل حكومة يتم انشائها في العراق كأننا امام انشاء دولة عراقية لماذا؟ لان الكل يأتي الى طاولة المفاوضات ولا توجد مرجع باعتبارها كنص معين يعود جميع الاطياف العراقية بالاعتماد عليها مثلا اذا كان هناك نص دستوري او نص نسمي ما يسمى ويعتمد الكل عليها ويكون مرجعا للجميع فيتمحل حالة هذه المشاكل بسهولة ليس الآن لانها تراكمات بصراحة وفي مسألة ثانية وهذا يدل على ان العراق لم يدخل الى دولة الى حالة الدولة او حالة الدولة المؤسساتية لاننا شهدنا حتى اطراف من اخوانا من ابناء الشيعة كانوا يجتمعون تعالوا نجتمع اجتماع لانشاء الدولة العراقية طيب ما هذا الموجود في امم المتحدة وهذا العلم وهذه الدولة غير موجودة بصراحة كلا لركائز الدولة الرئيسية غير موجودة في العراق لانه المواطنة يعتبر من الركيزة الرئيسية لاي تدولة معاصرة لا توجد هذا المفهوم وانما توجد ولاءات الى مساحات اخض يعني مو بهذه المساحة الكبيرة الذي يسمى بالمواطنة وانما في هذه الحالة سوف يكون الاسترجاع الى مساحات اصغر وهي القومية والمذهب والعشيرة والعائلة والفرق فالمصالح سوف يتفكك وكل مرتين يكون اصعب لانه نحن امامه سنتين بصراحة وليس كما تفضل سيد النائب هذا محاولة ثانية او ثالثة هذه محاولة رابعة لانشاء الكابنين الوزارية منذ انتخابات 12 ميال 2018 لانه سيد عادل عبد المهدي استقال وبعد ذلك المحاولات الثلاثة تأتي يعني الان نحن كأننا امام تعقيدات لستة عشر سنة للحياة السياسية بالنسبة للعراق لانه كل محاولة اتت ب استراتيجية جديدة وبمنهج جديد واشخاص جديد وافكار جديد وتوازنات جديدة يعني خلال سنتين عاش العراق تعقيدات سياسية كأنه يعيشها بخلال ستة عشر سنة او اربعة يعني اربعة وزارات ولحد الان النتائج ضبابية لماذا لانه لا توجد مرجع يتكل عليها جميع المواطنين او جميع الساسة العراقيين واصلا العراق ما وصل الى مرحلة الديمقراطية جبنا لباس ديمقراطي لبسناها وهذا ما يلق به يعني مو بقى معنا سيد الحالة الاقتصادية ولا بجد الحالة الاجتماعية طيب وينما فقط الحالة السياسية تم تحويلها الى حالة ديمقراطية سيدة النائب علي العبودي النائب عن كونة الحكمة النيابية اه في ظل هذه دعنا نقول التحالفات او المواقف في ظل هذه المواقف المعلنة اه الى اي مدى تعتقد ان حكومة الكاظمي ستخرج الى النور في جلسة مجلس النواب هذا الاسبوع نعم انا قبل الاجابة عن هذا السؤال ذكر الضيف الكريم يعني هناك اتفق في افتقار ثقافة لربما المواطنة وغياب المشهد في الاداء وبنفس الوقت ذكر عبارة انه المكون الكردي لا يمكن ان يساهم في موضوع فيه ارباك او او فشل وانما يفترض على المكون الشيعي والمكون السني ان يعالج مشاكل في داخل بغداد صحيح انا اقول انا يعني من خلال هذه القناة انا اقول طالما نتحدث بالمواطنة فالمواطنة تعني عندما يكون هناك نزيف في للاخ الاكبر بخروج تظاهرات في مكانات مختلفة وتعطل الحياة العامة في اكثر من ست محافظات وهناك شهداء وجرحة وتفاصيل روح المواطنة يفترض ان نكون جميعا في بغداد ان لا يكون ان ننزوي في مكان معين كانما القوى السنية تقول انا في جانب والقوى السنية والكردية انا في مأمن من طبيعة المتصدي عندما يطلق عليه اسم القيادة يفترض ان يكون جميل لكنك الان لكنك الان تنكأ جروح الماضي يا سيد النأب الان تحدثني عن شيء حدث احسد احسد نعم انا 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 قاعد اقول المتصدي للمسؤولية عندما يكون هناك انين في كردستان يتحسس يفترض به ابن الجنوب وابن الفرات الاوسط والعكس بالعكس اما انه يفترض على الاخر انه يعالج مشاكل لا انت طالما شريك يفترض ان يكون لك دور اساسي ولاعب اساسي في لملمة الامور اما عملية الانزواء هي ثقافة غير صحيحة وغير صحية حقيقة ما فهمته مسألة في الكاظمي لا سنعرح لا سنعرح لا سنعرح لا سنعرح حتى نعود يعني للتوضيح ما فهمته ان سيد رابين يقول ان لن نزيد المشاكل بتدخل المكون الكردية على خط الازمة ما بين المكون السني والشيعي هذا ما اراد ان يقوله ابدا 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 لا يزيد المشاكل بالعكس القوى الكردية هي قوى اساسية في العراق وليس قوى هامشية وليس قوى وهمية على العكس تماما ربما بانضاء الكرد تمضي الحكومات لو تلاحظ حتى التحالفات ما ممكن تنطلق حكومة بدون موافقة الكرد وهذا ما شفنا يعني خلال 16 سنة الماضية في قوانين مهمة واستراتيجية يكونوا هما اللاعب الاساسي ليس قوى هامشية فلذلك انه احنا من انا اثبت عتبي لهذه القضية بالتحديد اما تسألني الي حكومة الكاظمي هل ممكن ان ترى النور او لا انا قاعد اقول المشهد في عملية التصاعد هناك يعني اليوم اعلان واضح من دولة القانون من القائمة الوطنية لربما يلتحق بهم سين اوساط لكن انا هنا انا اقول احنا في محترك جدا كبير ليس السيد الكاظمي هو الهدف الاسمى في عملية العبور للظفة الاخرى لكن انا اقول اجماع القوى السياسية المفقوط بالتجاوز على الدستور حصل في شخصية الكاظمي فلماذا لا نعبر هذه المرحلة بالتحديد انا ما ذكرت قبل شوية من قلت رئاسة مجلس الوزراء ذكرت ثلاثة امثلة باحتبار المثال الاول هو قائم اللي هي حكومة الدكتور عادل عبد المهدي وهي الحكومة القائمة بتصريف الاعمال اما نستهلك رؤساء مجالس الوزراء لمدة ثلاثة اشهر ويضيع من عمر العراق على سبيب يعني اهات الناس وانينهم من عدم خدمات من عدم موجود موازنة هذه مشاكل جدا كبيرة مشاكل ليس فقط للجنوب مشاكل للكرد ومشاكل لكل القوى السياسية هل تعتقد ان هذه الحكومة ستنجح في نال الثقة او تعتقد انها ستفشل او تقول ان الحسابات حينها ستتغير لا اعلم والله انا يعني اللي اتعلمنا بالسياسة قد يكون الثابت متحرك لو تلاحظ فلقطة الاجماع الوطني اللي حصلت في تسمية الكاظمي لربما تعطي اشارة انه لربما احنا خلال عشرة ايام تسمى الحكومة لكن التقاطعات هناك تقاطع يعني كبير في داخل المكونات يعني المكون الشيعي عنده تحفظات المكون السني لديه تحفظات والمكون الكردي ايضا لديه تحفظات من الالية طيب سيادة النائب انه يتمنى على الجانب او المكون الكردي ان يكون اكثر فعالية سيما في هذا الظرف الصعب الا يقول انا في مأمن ولدي بعض التحفظات لكن انا اتدخل بصراحة يعني مع احترامي لرأي سيادة النائب هذا من خوفه او بطريقة تفكيره للخوف على المسرح العامة تطرق الى هذه المسألة ولكن اذا نظرنا بصورة منطقية للموضوع اذا كان هناك خناء اذا كان هناك شجار في محلة معينة عند تدخل جميع الجار الجار الموجود في هذه المحلة هل سوف يتفاقم هذه المشكلة او يتم حلها طبعا تتفاقم يعني دور المكون الكردي والمكون السورني يجب ان يكون طرفا لمع وضط هذه المحاولات لانشاء الكابنة الوزارية على سبيل البتال نحن لا نريد انها هذه مرحلة النزاع بمرحلة النزاع نحن افسرنا حالة عدم التدخل هذا اولا افهم بانيا بالنسبة باجاز طيب باجاز يا سيدة رابين لاني لست لدي سؤال والوقت يضاهم للتفضل نعم نعم بالنسبة لانشاء هذه الكابنة الوزارية نحن نرى ضياع للوقت هناك ضياع للوقت مقصود سوف يعني من الممكن ان نرجع نرجع هذا الضياع في الوقت للتوقيتات الاقليمية والتوقيتات العالمية ايضا لانه يعني خلال انشاء كابنة الوزارة لتابع لي او باسم سيد عدل عبد المهدي كان هناك توازنات معينة وكان سيد ترامب على الحكم وهذه السنة تمت يعني استهلاك الوقت حتى نعرف ماذا سيحدث وحتى يوضح العالم الأمور والتوازنات الإقليمية لانه عراق ما عند سيادة سيد ريبين لن اقاطعك ولكن سأقول السؤال بشكل اكثر وضوحا علي استمع الاجابة باكثر واضحا ايضا كويس هناك من يقول في العراق ابحث عن المستفيد دكتور عادل عبد المهدي رئيس الوزراء اجبر على الاستقالة في الاول من ديسمبر كانون الاول تحت ضغط من الشارع ما حدث مع محمد علاوي ما حدث مع الظرفي لم يكن من سبيل المصادفات انه شيء دبر بليل ان لا يتم التوافق حتى تستمر حكومة تسيير الاعمال تفضل مسألة التوافق اولا هذا الكتلة الاكبر بمجب الدستور العراقي وبمجب العرف السياسي بعد يعني تحويل العراقي الى دولة فيدرالية من اختصاص الكتلة الاكبر اي اخوانا من ابناء الشيعة وتدخل يعني الان نحن لم نتدخل في هذه العملية ويقولون بأن الكرد كان تشان الادور باسقاط هذه الحكومة او ذاك الحكومة او الان هناك محاولة ايضا بيعني لأن هناك غياب الاعلام الكردي باللغة العربية والمخاطبة الشخص المواطن العراقي في وسط وجنوب استشهد الخطاب المواجه اليه من قبل العساب السياسية اشكر لانه لانه انت جاي واردات العراق 550 مليار دولار تبخرت وما عندك يعني مبرر حتى تقوم ب افائها بهذه الطريقة وشرعنتها وتقوم بالقاء اللوم على حكومة ديقليب كوروستان وهذه الحكومة التي لم تقوم بالتزاماتك امامه والاخ يعني استاذ النايف يقول باننا يجب ان نكون اخوة مع بعض اين كانت هذه الاخوة لما كانت الفيشمرقة يحارب الداعش ويحارب ويستقطع رواتب من ولادها ولا توجد حليم يشرب انت بدأت حديثك بانه لا ينبغي ان نعامق بفهوم المذهبية والاثنية انت تحدث عن ان يجب ان نعامق بفهوم المواطنة فكرة العراق والعاصمة بغداد والحكم الفيدري طيب ولكن ليس من طرف واحد طيب ولكن ليس بس ان انت اخوية وحق خلينا نسوي ديمقراطية سيد سيد النائب علي العبودي سؤالي الاخير هو نفس سؤالي لسيد ريبين بلغة المستفيد ليس المستفيد الاوحد من كل هذه العطلة الحكومية وادارية هي حكومة تأسير الاعمال التي اجبرت نعم ليس الحكومة بشخصها هي المستفيدة لربما بعض الجهات السياسية هي المستفيدة من يعني عملية ضعف ووهن الحكومة وعدم مساء صلاحياته باحتبار مصالحها مدغلغلة ودكاكينها الاقتصادية مدغلغلة في داخل وزارات يعني الضعف الحكومة هناك طرف أيضا يعني مستفيد من هذا المأزق اللي يمر بالبلد اللي هو العدو أكيد واللي هو العدو وشفنا أنه من العدو عندما يكون هناك من العدو هل العراقي أعداء من العدو نعم نعم هناك الكثير يعني للعراق لا يعني احنا لو تلاحظ عملية ارجع ليس للتاريخ بهذا المفهوم كان يا ما كان في قديم الزمان ارجع لي ست سنوات لورا أو أكثر بقليل تلقى أنه احنا عدنا بحدوذ ثلاث محافظات خلال فترة وجيزة سقطت بعملية غطاء دولي بداعش وتفاصيلها وعملية القتل والنحر اللي لغرض عندما تكون هدف وساد منع يفترض أن تكون وقفة أخوية ننتظر من المجتمع العربي بالتحديد النائب علي العبودي عضو كتلة الحكمة النيابية كنت معنا من بغداد فشكر لك وكذلك نشكر ضيفنا من أربيل السيد ريبين سلام عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني اشتركوا في القناة نتمرون معكم في وراء الحدث ونتابع بعض الفاصل خطة الإصلاح الاقتصادي في لبنان هل تسهم في حل الأزمة أم تستغلها قوان سياسية أخرى ضد الحكومة أهلا بكم من جديد أزمة اقتصادية قاسية وانهيار لسعر الليرة أجج الأوضاع في لبنان بعد فترة من الهدوء فالأوضاع الاقتصادية أعادت الروح لاحتجاجات الشارع في لبنان ما دفع حكومة حسان دياب إلى الإصراع في إقرار خطة لإصلاح اقتصادي لكن الخطة التي كانت الحكومة تأمل في أن يسهم إقرارها في تهدئة الأوضاع كانت سببا جديدا لجدل وخلافات سياسية بعد إعلان أكثر من جهة رفضها لهذه الخطة بسبب ما تلقيه من أعباء على كاهل المواطنين وآخر تطورات في لبنان هو رفض كتلة المستقبل المشاركة في الحوار الذي دعا إليه الرئيس عون بشأن خطة دياب فهل رفض قتلة المستقبل كان بسبب خلافات سياسية مع حكومة جديدة أم بسبب رفض الخطة في حد ذاتها وما موقف باقي القوى السياسية من خطة دياب وما هي الأسباب التي دفعت جمعية مصارف لبنان إلى الحديث المبكر للغاية عن خطة بديدة جدل كبير في لبنان بسبب خطة الإصلاح الاقتصادي التي أقرتها حكومة حسان دياب الجدل دفع الرئيس اللبناني ميشيل عون للدخول على خط الأزمة في محاولة لتقريب وجهات النظر وذلك بدعوة القوى السياسية إلى اجتماع في قصر بعبدة يوم الأربعاء المقبل لمناقشة وشرح تفاصيل برنامج الأصلاح المالي والاقتصادي الذي أعدته الحكومة كتلة تيار المستقبل في البرلمان اللبناني والتي يمثلها 19 نائبا يتزعمهم سعد الحرير رئيس الوزراء اللبناني السابق رفضت دعوة الرئيس معللة رفضها بأن اجتماعا كهذا يجب أن يعقد في المجلس النيابي وليس في مقر الرئاسة رفض كتلة المستقبل أثار تساؤلات حول السبب الحقيقي وراءه وهل الرفض يعود للخلافات السياسية مع الحكومة؟ جمعية مصارف لبنان أيضا أعلنت رفضها برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي مشيرة إلى أن الخطة من شأنها الإمعان في تقوض الثقة بلبنان محليا ودوليا وتفترض وجود الدعم المالي والدولي كما أنها تعتمد نهجا عقابيا بحق القطاع المصرفي والمودعين وتمس بالملكية الفردية التي يصنها الدستور اللبناني الحكومة اللبنانية كانت قد أقرت خطة الإصلاح المالي والاقتصادي التي تمتد لخمس سنوات وأعلنت الطلب رسميا من صدوق النقل الدولي لدعم مالي بموازاة الإصلاحات التي ستعمل الحكومة على تطبيقها وهو الطلب الذي أثار حفيظة البعض من الخبراء الاقتصاديين بسبب الشروط الشديدة المتوقع أن يفرضها صندوق النقد لتقديم أي دعم للبنان كل هذا الحراك السياسي صاحبه بل واستبقاه حراك في الشارع اللبناني إذ استأنف متظاهرون اللبنانيون احتجاجاتهم على تدهور الأوضاع الاقتصادية والتي بدأوها في السابع عشر من أكتوبر الماضي وكانت قد خفتت في الأسابيع الأخيرة نتيجة نجاح حسان دياب بتشكيل حكومته ونتيجة تفشي فيروس كورونا إلا أنها عادت للاشتعال مجددا بسبب انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية موسيقى 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 ننضم إلينا من بيروت فادي سعد عضو المكتب السياسي لثيار المستقبل كذلك ينضم إلينا من لندن عبر سكايب أحمد الأصفهاني الكاتب والباحث السياسي أبدأ معك سيد فادي لماذا لا يريد طيار المستقبل أن يستمع إلى حوار بعابدة يوم الأربعاء أولا الاجتماع اللي بدو يصير بعابدة نهار الأربع هو ليس حوار هو عرض للخطة الاقتصادية لتأكارتها الحكومة تم استقبل كان واضح بالموضوع أي حوار كان لازم يصير كان لازم يصير قبل إقرار الخطة مش بعد إقرار الخطة لأنه المفترض أنه يجمع الرئيس الجمهوري اللي يعتبر هو صائن الدستور أن يتشاور مع كامل الكتل النيابية ورؤساء الكتل النيابية والسياسية من أجل إقرار خطة إنقاذية لكل لبنان أما التفرد بإقرار خطة كقوة سياسية منضوية داخل الحكومة وبعدين عرضه على الكتل النيابية الأخرى من باب العرض والاستعراض هو لا ينفع ولا يجزي شيء في لبنان أما المطرح الأساسي لازم تتناقش بعدما أقراره بمجلس وزراء لازم تتناقش مجلس النواب وهناك يصير في إدخال تعديلات عليها أو تغييرها أو تعديلها أو إلغاءها كليا أما الحوار بأسر بعبده والاستعراض وفقط لذر الرماد في العيون من قبل بعض الكوات السياسية الحاكمة الآن في لبنان ما هي الخطة التي اتخذها رئيس الوزراء اللبناني دياب ووافقت عليه كتلة المستقبل عمد مقامة الحكومة اللبنانية عمد مقامة الحكومة اللبنانية بإعادة المقتربين إلى لبنان أصدر رئيس الوزراء المستقبل بيانا قال في أهن السلطات اللبنانية على التدابير المتخزة بإعادة المقتربين إلى لبنان وهذا التدابير جيد وممتازة وشكرهم على عودة المقتربين إلى لبنان نحن لا نمارس المعارضة الكيدية ضد حكومة حسان دياب أو ضد الحكومة التي يرئسها في الظل جبران باسيل وبعض القوى السياسية الأخرى في لبنان نحن نمارس المعارضة البناءة نحن نريد اقتصادا قويا في لبنان نحن سعينا إلى تقوية الاقتصاد في لبنان نحن وضعنا خطة سادر التي يتغنون الآن بها ويردون الاستحصال على المساعدات التي نحن استحصلنا عليها في مؤتمر سادر من سنة تقريبا قبل الانتخابات النيابية في 2018 منذ سنتين مؤتمر سادر أقرر قبل الانتخابات النيابية في 2018 وكان الرئيس الحريري عمل على هذا الخط لمدة سنتين كاملتان منذ 2016-2018 وليست خطة مساعدات هي خطة استثمارية كبرى لعادة دخل الاستثمارات في لبنان والاقتصاد اللبناني وكثير من الاستثمارات والمشاريع الإنمائية والبناء التحتية والآخرين سيد فادي ألا تخشى طيار المستقبل ألا يخشى من أن يتهم داخليا في لبنان وخارجيا يعني من أنه يحاول أن يصطاد في الماء غير الصافي مثلا في أنه يحرش حتى بعده حتى يحرش الرئيس اللبناني مش العون عندما تصدى الرئيس ويقول حسن دياب لديه مشكلة مع بعض الأحزاب ما بعد الكتل سيام المستقبل أنا أدعو إلى جلسة تجمع الجميع في بعاب يعني تعترض كتلة المستقبل وتقول لن أوافق على خطة دياب ولن أستمع إلى دعوة الرئيس الشعب اللبناني شعب اللبناني يدرك تماما من هو الذي أوصل الاقتصاد اللبناني إلى هذا الدرك الفضيع الذي أقفل يعني الذي عطل الحياة السياسية في لبنان لمدة سنتين ونصف من أجل انتخابه رئيسا جمهورية يتحمل جزء كبير من الحال الاقتصادية لوصل إليها للبنان أريد أن أذكركم فقط بأن سعد الحريري وتيام المستقبل عندما كان في السلطة بين 2009 و2010 في الحكومة الأولى للرئيس سعد الحريري كانت نسبة النمو تناهز التسعة والعشر بالمئة في لبنان أما الحكومات التي تعاقبت بعد ذلك لم يصل النمو الاقتصادي إلى 0 أو 1 بالمئة والآن هو ناقص 2-3 وناقص 4 بالمئة فبالتالي في المستقبل لا يتحمل وزر الحال الاقتصادية لوصل إليها للبنان أما ما يتعلق بإحراج رئيس الجمهورية أعتقد أن الذي يحكم اليوم هو رئيس الجمهورية وليس حسان دياب الحكومة هي متوعة بيد جبران باسيل وبعض القوى السياسية وليس لها خيار إلا أن تطيع أواميرهم وطلباتهم وتعليماتهم وبالتالي المشكلة ليست فقط مع حسان دياب حسان دياب كما قال النائب وليد جبلاط هو لا شيء اللجلي هو فعلا يحكم لبنان وتحالف حزب الله والتيار وطعين الحر والذي أوصل الحال إلى لبنان نحن الآن في أسوأ حالة اقتصادية نخوضها في لبنان والدول العربية ليست إلى جانبنا لماذا الدول العربية والشقيقة والصديقة ليست إلى جانبنا لأن حسان دياب ومشيل عون وحزب الله أمعنوا في إبعاد لبنان عن محيطه العربي الشقيق الذي كنا في غالب الأحيان نلجأ إليه عندما نقع في أزمات اقتصادية كبرى والآن هناك مشكلة كبيرة مع محيطنا العربي لأن حزب الله يمعن في سب أو شتم الدول العربية الشقيقة وميشيل عون يريد أن يدافع عن نظام بشار الأسد وإجرام بشار الأسد وهو يريد إدخال لبنان بمحور إيراني والتالي الدول العربية ليست مضطرة أن تساعد حكومة وحكم منحاز للحلف الإيراني والمحور الإيراني نحن نظام في مشكلة كبيرة في لبنان حتى الدول الصديقة ليست مستعدة لمساعدتنا لأن هذا الحكومة وهذا الحكوم يمثل خط إيراني في لبنان سيد أحمد الأصفهاني ضيف هنا من لندن أعتذر في التواصل معك فقط أردت في البداية أن نأخذ الصورة كاملة من داخل بيروت من سيد فادي سعد الآن أريد منك سيد أحمد أن تصنف لي هذا المشهد سياسيا بلد مثل لبنان يعيش أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه كما قال ضيفنا لديه رئيس حكومة غير توافق إلى حد ما الآن يعرض برنامج إنقاذ تحاول الرئاسة أن تساعده فيحدث أن تلالي المستقبل وهو ربما المكون الأكبر في المعادلة السياسية سيما في الشارع يعني يرفض حتى أن يشترك أو حتى أن يستمع بكل بساطة هناك استقصاد محورية في لبنان وهناك سياسة كيبية من هذا الطرف أو من ذلك بحض النظر عن ما يفضل به بيسك من بيروت هناك كيبية بالعمل السياسي الآن هناك محاولة لمعالجة الوضع الاقتصادي الشعب اللبناني يريد هذه المعالجة لأنه وصل إلى درك عميق جدا من الأزمة الاقتصادية فبالتالي إذا لم تعالج من قبل القوى السياسية المختلفة لا علاقة بقوة معينة بل قوى السياسية المختلفة يجب أن تجتمع يجب أن تتوافق لأن المصروب هو إنقاذ الشعب اللبناني وليس إنقاذ تنظيم أو حركة أو حزب وليس لتحقيق مكاسب بالنقاط الآن هناك محاولة للمعالجة هذه الحكومة موجودة بوجر الدرسود بغض نظر من تمثل أو لا تمثل هذه مسألة لا علاقة باسترتيبة اللبنانية السياسية وبالتالي كل الأطراف السياسية كلها في لبنان مسؤولة عن ما وصل إليه الوضع بجرد تصديق اتصاق الصائف حتى اليوم ولهذا السبب هي معنية بالحل الاقتصادي معنية بالحل السياسي المقاطعة لن تجدي نقعا على الإطلاق بل تتزديد المأساة على الشعب اللبناني الذي بشكل واضح تماما وصل إلى حافة الجوع في طاعة كبير منه وصل إلى حافة الجوع الآن طيب ولكن ضيفنا أشار إلى نقطة في غاية الأهمية قال إن من هم في الحكم الآن يريدون أن يأخذوا لبنان إلى أحضان إيران حتى المحيط العربي لن يقبل بذلك لن يقبل بأن يساعد دولة في مازيق لكنها تحتمي بأعدائه هذا اتهام يطلق هذا صحيح هذا جزء من الخلاف الاشتياسي في لبنان بشكل أو بآخر الدول العربية قليميا تتعاطى مع لبنان في إطار العزمة العربية الإيرانية هذا صحيح لكن هذا لا يعني أبدا أن يكون الشعب اللبناني رهين لهذا الخلاف الدول العربية كانت تقدم مشاعدات هي توقفت والدول العربية الآن دعنا نعترف دول العربية عندها أزمة استصادية مالية أيضا في زن كورونا في زن سقوط النظر فبالتالي التحجز بهذه المسألة لا يعطينا كاللبنانيين والسياسيين لبنانيين من أن نجد الحلول المناسبة لذلك هذه الخطة يجب أن تناقش كخطة استصادية هل هي صحيحة؟ هل يمكن أن تنقذ الوضع؟ هل يقبلها المجتمع الدولي؟ هذه هي الأسئلة وليس فقط نحاولة توضيف الصراع الإقليمي والصراع السياسي الخارجي على الساحة اللبنانية في هذه الظروف الصراع الإقليمي مقبول في ظروف الازدهار في ظروف الارتياح لكن الآن في ظل هذا الظروف الصراع الإقليمي برأيي يكون جزءا من المشكلة ولا يحل المشكلة طيب سيد فادي حسب وجهة نظرك يعني أن السيد حسان دياب هو مرشح حزب الله غير التوافقي ربما حسب وجهة نظرك أيضا أن السيد حسان دياب وحزب الله يأخذان بيروت من محيطه العربي إلى نفوذ فالسي آخر وأن ذلك ربما لا يقوى على اعتراضه بعابدة أن حتى الرئيس مشي العون وإن كانت له ليس مصلحة مباشرة في مع إيران لكنه لا يقوى أن يعترض على حزب الله طيب ولكن تلين المستقبل هنا هل فقط ذلك هو دوره؟ هل الدور هنا تلين المستقبل فقط ألا يقول ألا أشارك ألا أستمع هل تنسقون مثلا مع مجمع مصارف لبنان؟ تفضل طبعا أولا تيام استقبل أصدر بيان اليوم قال فيه أنا لن أشارك في اجتماع بعبدة لأنه ليس المكان المناسب للمناقشة خطة أقرت بالحكومة ولكن مجلس النواب هو المكان المناسب ثانيا قال تعالى باستابل أنه لديه كثير من الملاحظات على هذه الورقة الاقتصادية الإصلاحية التي يسميها إنقاذية الحكم في لبنان ولديه كتلة من النقاط التي يجب توجيهها وتصويبها بالتزامن مع مشاورات مع كثير من القوى السياسية والاقتصادية والمالية في بيروت من أجل وضع خطة حقيقية تمام استقبل كان السباق في وضع الخطة الاقتصادية والإصلاحية لإنقاذ الوضع في لبنان ولكن نحن رهائن بيد حزب الله وإيران نحن رهائن اللبنانيين هم رهائن بيد هذا المحور وليس العكس نحن الآن نتكلم اقتصاد ومال هذه خطة انتحارية خطة مبنية على تحرير سعر صرف الدولار أمام الليرة اللبنانية ليبدأ بالعام 2020 بـ 3500 ليرة أي 2.2 من قيمة الدولار الآن وتصل إلى 4300 بالـ 2024 هل يستطيع الحكم اليوم أن يتحمل تحرير سعر صرف الليرة ليصل إلى 3500 ليرة أي أن 70% من اللبنانيين سيصبحون تحت خط الفقر هل يستطيع الشعب اللبناني تحمل المزيد من الانهيار الاقتصاد والمالي لكنك تتحدث عن بدائل موجودة سيد فادي طبعا طبعا أولا 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 البدائل هي جاهزة بالإصلاحات وليس بالانتقام هذه الحكومة هي شاطرة بالانتقام ولديها كل الرغبة بالانتقام من كل خصومها السياسيين تحت حجج اقتصادية لكن الإصلاح الحقيقي لم يبدأ بعد في لبنان وهذه الوركة لا تشكل وركة إصلاحية حقيقية سيد أحمد ربما ذلك سؤالي الأخير سيد أحمد الأصفهاني إلى أي مدى تعتقد أن حسان دياب سيقوى على تمرير خطته في ظل هذه الظروف خطته لإنقاذ اقتصاد لبنان أو لبنان هو قادر بشكل واصح قادر لكن مع تعديلات ستطرق على هذه الخطة لأنها بحاجة إلى تعديلات وإذا لم يكن هناك نوع من الحراك الداخلي كما شاهدنا في مدينة طرابلس الذي يؤثر على الأمن العام في البلد هو قادر أيضا على هذا الموضوع وهناك حسب المعلومات الأولية ترحيب فرنسي حذر وترحيب أمريكي حذر ولكنه مربوط بالإصلاحات المشكلة أخي العزيز ليس في خطة الإصلاحات دائما كانت هناك خطة كما قال ضيفكم بيروت المشكلة أن الخطة كانت تتطلب محاربة الفساد والطبقات السياسية الحاكمة منذ التسعين حتى اليوم بمجملها كانت منخرطة بالفساد عندما تطرح مسألة المحاسبة مسألة استرجاع الأموال المنهوبة حالة استرجاع الأموال المحولة للخارج بطريقة شرعية تجد أن هذه الطبقة السياسية تنطفد لأن مصالحها مهددة سيد أحمد الأصفهاني الكاتب والباحث السياسي كنت معنا عبر سكايب من لندن فشكرا لك وكذلك سيد فادي سعدة عدو المكتب السياسي لتيار المستقبل كنت معنا من بيروت العاصمة فشكرا لك على رأس الساعة وقفة إخبارية على شاشة الغد فابقوا معنا